كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع مريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم وخديجة بنت خويلت وفاطمة بنت محمد اسمها خديجة بنت خويلت بن أسد بن عبد العزة بن كصاي بن كلاب الأسدية الكراشية أمها فاطمة بنت زائدة كنيتها تكنى بالطاهرة سيدة نساء قريش في الجاهلية وخديجة أم المؤمنين وسيدة نساء العالمين في زمانها وأم القاسم بنت خويلت كانت السيدة صلوات الله عليها يربطها الجد الثالث لأبيها مع جد النبي ومن طريق أمها ترتبط مع النبي في الجد الثامن يعني عن طريق الآباء هي أقرب لرسول الله من طريق الأمة حينما نقرأ صفات السيدة الطاهرة خديجة مون نقرأها على أساس أنها امرأة من سائر الناس لا هي امرأة قرشية أصيلة النسب والحسب إلها مكان خاصة والناس ما كانت تقدرها لأجل فقط أنها من أصحاب رؤوس الأموال والتجارات الكبيرة إنما أكو عدها وجاها اجتماعية أبوها معروف أجدادها معروفين لذلك كانت ذات حسب ونسب إضافة إلى ذلك منصبها لاجتماعي ومنصبها لاجتماعي استثمرته خديجة من قبل أن يأتي لإسلام كانت ترعى أيتام مكة وفقراءهم ومحتاجيهم ومساكينهم كانت تغدق عليهم يعني كانت يدها معطاءه كانت هذه المرأة تتعطف على الفقراء قبل أن يأتي الإسلام ويأمر بالإحسان إلى اليتيم والفقير وما شابه ذلك يعني كانت فيها قيم مميزة لها قيمتها عند الله النبي الأعظم صلى الله عليه وآله حينما تقدم لخطبة خديجة عليه السلام هل كما نعلم أن النبي صلى الله عليه وآله كان فقيراً معدماً لا مال له وهل كانت خديجة تنظر إلى هذا الجانب النبي كان عزيز بني هاشم أبو طالب الذي يسمى بشيخ البطحاء هل هذا راح يبخل على النبي صلى الله عليه وآله أين مال النبي اللي كان يأخذه من تجارته مع خديجة حينما يخرج بقوافلها وين راح مال النبي لكن العظم وين العظم من خطب أبو طالب صلى الله عليه خديجة للنبي ودخل خويلد إلى خديجة اشترطت خديجة شارط قالت له المحر من مالي من أموالي أنا هذا المال تقدم إلى أبي طالب حتى تذبح الذبائح وفعلاً أخذ من مال خديجة عليها السلام وأطعم أبو طالب عليه السلام ألف قراء ثلاثة أيام بمكة ولائم كل من هذا المال المبارك مو لأن النبي ما عنده مال لأن خديجة عليها السلام تعرف قيمة هاي المصاهرة شنو خديجة تعرف هذا الشرف اللي ارتبطت بيش قد مقدارة خديجة تعرف أنها كانت تقول لسميرتها لنديمتها كنت أعلم أنه مؤيد من رب العالمين هذا الكنت أعلم من وين جاءت بهذا العلم ما أحبت رسول الله صلى الله عليه وآله حباً شهوياً إنما أحبته حباً رسالياً حباً ربانياً كانت السيدة خديجة قبل البعثة تهتم وتتفاعل إجاباً مع اهتمامات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكان حينما يصعد إلى جبل حراء تواكبه بالطعام والشراب معينة له فيما يقوم به كانت أول من آمن بالله وبرسوله وصدقت بما جاء منه فخفف الله بذلك عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم لخديجة عليها السلام مقام خاص مقام شنو؟ أمومة للإمامة النبي رد جميل أبي طالب من أقول لي كفى للنبي؟ أبو طالب ولما مات أبو طالب كان أمير المؤمنين طفلاً صغيراً فكفله رسول الله تبناه النبي وربته سيدتنا خديجة فكان أمير المؤمنين يناديها بأمه كما كان رسول الله ينادي فاطمة بنت أسد بأمه شوف الله شنو شرفها شنو أعطاها خلاها ترعى النبوة وترعى الإمامة كانت للنبي صلى الله عليه وآله أمًا وزوجةً وبنتًا كانت مع رسول الله صلى الله عليه وآله تشاركه في الصغيرة والكبيرة واحد من الصفات التي نقرأها في المصادر العامية والخاصة أنها كانت حصيفة الرأي تسمى حتى في الجاهلية بالحكيمة عندها حكمة مميزة وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يعرض عليها بعض القرارات بعض فكانت تؤيده فيما يختار ورسول الله يعلم بأن هذا رأي رشيد وكانت تحب النبي حبًا خاصًا من كل زوجات النبي النبي أنجب من زوجتين فقط من خديجة ومن ماريا القبطية من ماريا أنجب إبراهيم وإبراهيم مات وعمره ثلاث سنوات لم يبقى من ذرية النبي إلا فاطمة من صلبي وذرية خديجة شوف من حبها الكثير للنبي من حضرتها الوفاة أوصت رسول الله بالوصايا العامة وكانت تتمنى من النبي شيء بس تعرف رسول الله شقد يحبها ويشقد تحب النبي تستحي تطلب من عنده شنو هذا قالت له سأقول لفاطمة إجت فاطمة قالت لها بني أك رهض كان يرتديه رسول الله حينما ينزل عليه الواحي أنا خاطر بهذا يكفني برسول الله صلى الله عليه وآله بس أستحي أطلب من عنده إجت الزعر لأبوها قالت له أبتا إن أمي تطلب هذا قال لها إن جبرئيل جاءني الساعة بكفن من الجنة حتى نكفن به خديجة عليها السلام حتى كفنها خاص كفنها من السماء وقالت لفاطمة قولي لأبيك أن يضجع في قبري ثم يلحدني شلحب هذا يقول حتى أنام على المكان اللي نام به حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله وفعلا ماتت خديجة وبكى عليها رسول الله دما كفنها بكفن الجنة ولفها بذلك الرهط الضجع في قبرها وأهال عليها التراب وكان يبكي لها بكاء شديدا توفيت سلام الله عليها في اليوم العاشر من شهر رمضان وكان لها من العمر خمس وستون ودفنت بمقبرة المعلى المعروفة بالحجون السلام عليك يا أم المؤمنين السلام عليك يا زوجة سيد المرسلين السلام عليك يا أم فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين السلام عليك يا أول المؤمنات السلام عليك يا من أنفقت مالها في نصرة سيد الأنبياء ونصرتهم استطاعت ودافعت عنه الأعداء السلام عليك يا من سلم عليها جبرائيل وبلغها السلام من الله الجليل فهنيئا لك بما أولاك الله من فضل والسلام عليك ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا أم فاطمة الزهراء والكرام والعاطفة والشريف العارفة يا خديجة يا خديجة يا خديجة يا خديجة السلام عليك يا املك انتزاء غير يارفع شكرا